أهلاً منكم مشاهدينا مرة تانية وفقرتنا دلوقتي عن البورصة والاقتصاد والبورصة أحد أهم علامات قوة الدولة يعني قوة الدولة واستقرارها بتنعكس دائماً على البورصة الفترة الأخيرة البورصة استعادت جزء كبير من خسائرها لكن لسه ما قفتش عدرك بها هنتكلم في الموضوع بالتفصيل مع أستاذ يهب سعيد خبير في أسواق المالية سبعة الخير سبعة الخير يعني لو قلنا أن من أول ما البورصة فتحت أبوابها مرة تانية بعد ثورة 25 يناير لحد من حوالي أسبوع عشر تيام وإحنا بيرولنا أن البورصة في هبوط مستمر والخسارة اللي وصلنا لها كانت كبيرة جداً يعني مكرنة بكل سنوات الماضية وفجأة في أسبوع واحد قالوا أن البورصة بتدت تعود خسائرها وابتدت ترتفع مرة تانية يعني عايز أعرف من حداتك بشكل عام كده إيه اللي حصل اتأثرت إزاي وبدأت ترتفع مرة تانية بسم الله الرحمن الرحيم يعني هي البورصة قبل ثورة 25 يناير بالأرقام كان مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس تلاتين سبعة تلاف ومتين نقطة سبعة تلاف ومتين نقطة الفترة اللي فاتت أو الأسبوعين اللي فاتوا كان تلات تلاف وستمائة نقطة يعني النص تقريباً فالفترة اللي هو طلع فيها طلع من تلات تلاف وستمائة لاربعة تلاف نقطة فإحنا ما نقدرش نقول إن ده صعود لكن نقدر نقول إن ده تعويض للخسائر اللي احنا شايفينه على مدارك كام جلسة اللي فاتوا إن احنا بنشوف الصحافة بتطلعنا كل يوم البورصة ربحة عشر مليار اتنين مليار تلاتة مليار بورصة مبتربحش عاجل اللي بيربح وبيخسر المستثمر المستثمر الصغير يعني البورصة مليئة بصغار المستثمرين اللي هو موظف واخد مكافئة ناية خدمة اللي أرملأ واخد مكافئة جزهة وحطها في البورصة هم دول الناس اللي موجودين في البورصة هم دول اللي بيربحوا وبيخسروا الفترة اللي فاتة دي اللي هو الصعود اللي هيتكلمتي عنه ده ده عبارة عن تعويض للخسائر بتاعت الناس دي يعني واحد معه سهم بـ 12 جنيه مثلا على سبيل المثال نزل لحد 4 جنيه ما ينفعش لما يطلع من 4 ل 8 أقول إنه هو كسم لا ده كل الحكاية إنه هو عوض جزء من الخسائر لكن مع هذا لسه خسرات على مدارة 3-4 جلسات اللي فاتوا طبعا اتأثرت البورصة بالانتخابات ومرور المرحلة الأولى تحديدا من غير أي مشاكل لأنه كان في حالة يأس كبيرة قوي عند المتعاملين وكان في تخوف شديد قوي فطبعا لما اليوم ده عدى بتنعكس حالة الخوف واليأس الشديدة دي إلى تفاقل غير طبيعي وده اللي حصل بالضبط إنه هم بدأوا يشتروا بالذات يوم الثلاث اللي هو كنا قبليه أجازة بدأوا يشتروا المؤشرات كلها طلعت بشكل حد جدا والأول مرة السوق يتوقف عليه التداول 5% الأعلى من بعد صورة يناير فده كان بينم عن تفاقل غير طبيعي في أدايا المستثمرين طبعا جميل طبعا البورصة دايما مرتبطة بالتفاقل والتشاؤم ناحية مستقبل أي دولة الكيرف في الطالع أو المنحنة البيانية دلوقتي في الطالع ونط يعني برضو القفزة النوعية اللي هو عملها في الفترة اللي فاتت جيدة لأنها بترد آل خسائر لكن بتؤشر إنه دي بداية صعود هل إحنا هنستمر في الصعود ده كما هو يعني إيه اللي متوقع بالنسبة هنستمر في الصعود ولا إيه اللي ممكن يؤثر علينا الفترة اللي جاي شوف البورصة في الوقت الحالي بتتفعل مع الأحداث بشكل غير طبيعي يعني إحنا دلوقتي أي حدث بيأثر فينا أي حدث حصلت مظاهرات يوم ما حصل مظاهرات في التحرير آخر مظاهرات كان يوم الجمعة صحيح بما الاعتصامات استمرت في ميدان التحرير من الجمعة لحد ما صعدت البورصة مرة تانية وكان فيه باعتصامات مستمرة آه كانت فيه بس المسألة كانت قلت شوي ما كانتش بنفس قوة أول يوم وتاني يوم يعني مستثميرين مثلا بيسحبوا فلوسهم من البورصة تخوف بيع ناس بتخاف آه طبعا ناس بتخاف وبالذات الأجانب طب ليه لم يستمر الخوف ده لأخر الأسبوع؟ لأن الأسعار لما بتيجي تنزل بتنزل ما بتنزلش مرة واحدة كده على جنيه لازم الأسعار لما تنزل تنزل مثلا من مية جنيه لستين جنيه تدريجيا آه بالضبط كده لما بتنزل من مية لستين بتبقى البيع مش مش كتير قوي زي ما يكون عند المية يعني حجم الناس اللي ممكن تبيع عند المية مش ممكن يكون هم هم اللي عند الستين فبيقل للبيع شوية فبنقول ان ده ناتج من توقف قوة بايعية يعني الطالعة اللي احنا شفناها على مدى الأربع جلسات دي دي كلها ناتجة من توقف مؤقت للقوة البايعية لكن مفيش قوة شرائية داخلية فلما بتتوقف القوة البايعية السوق بيرتد في حركة بنقول عليها حركة تصحي هيا لأعلى لكن مقدرش اقول ان الاتجاه بقى صعودي او الاتجاه صعب لا يا كل الحكاية ان فيه تعويض لجانب من الخسائر لكن الاتجاه الأكبر اللي هو طويل ومتوسط الأجل ما زال اتجاهها بالطبع جميل طيب قد ايه حجم الشراء في الفترة اللي فاتت من المصريين ومن العرب ومن الأجانب وهل في محاولات للاستحواذ على شركات معينة او اسهم معينة لانه ده طبعا في الفترة اللي احنا فيها بيبقى وارد جدا لانه بتبقى لشركات تقريبا برخص التراب بالزبط يعني القيمة السوقية عموما للبورصة كلها كانت حوالي 900 مليار جنيه انخفضت الى حوالي 280 او 270 مليار جنيه ده يمكن كان يوم الاربعة اللي فاتت ممكن تكون زادت شوية قربت من 300 مليار مرة تانية القيمة السوقية دي بتساوي حوالي 50 مليار دولار ده البورصة كلها فكلام فارغ يعني لكن المشكلة الاساسية ان مع هذا والأجانب بتبيع مش بتشتري او مش بتستحوذ بتبيع ليه لان البورصة ما بيحركهاش بس الفندمنتل بتاع الشركات او الاداء المالي بتاع الشركة اللي بيحرك البورصة او الاسعار عوامل كتيرة جدا منها مثلا التفاقل والتشاب ومنها كمان الاداء السياسي بتاع الدولة لان البورصة ما بتعبرش عن الاقتصاد يعني كلمة البورصة بتعبر عن اداء الاقتصاد دي مش كلمة كافية البورصة بتعبر عن اداء الدولة ككل لو الحالة السياسية مضطربة هيبقى الاقتصاد مضطرب وبالتالي البورصة هتتأثر طب بما ان البورصة يعني بتعبر عن اداء الدولة ككل واحنا طول الوقت يقولولنا البورصة مؤشر اقتصادي مهم جدا في اي دولة انا كمواطن عادي ليس ليه اي صلة بالبورصة وحركة الدداول هتأثر علي زي انخفاض او ارتفاع او اي حاجة كارثة بتمر بيها البورصة مصرية تأثر ازاي علي او بتأثر زي مثلا على الدولة فينعكس ده علي سؤال مهم جدا هي البورصة مش بتأثر على المواطن العادي لكن بتقوله اللي هيتحصل فيك بعد كده يعني البورصة مؤشر سابق على الاقتصاد مؤشر بيسبق حالة الاقتصاد من 3 الى 6 شهور لما بيبقى البورصة بتهبط بتهبط بشكل متواصل ده بيعني ان فيه هبوط في معدلات النمو الاقتصادي فيما بعد وبالتالي كل الناس تتأثر لما يحصل حالة ركود لما يحصل ارتفاع في اسعار السلع كل ده مين بيتأثر؟ بالمواطن العادي فالبورصة كل الحكاية انها بتقوله خد بالك الفترة اللي جاية هتبقى مش كويس لما تلاقي البورصة بتنزل لما تلاقي البورصة بترتفع خد بالك ممكن يبقى فيه معدلات نمو جاية على مدى الشهرين 3 اللي جايين الفترة اللي جاية متوقعة؟ لا الواقع اللي احنا فيه يعني مش عايزين نضحك على الناس يعني الواقع اللي احنا فيه طبعا مازال مضطرب طب خلينا نوضحها اكتر بما ان حضرتك قلت انه البورصة مرتبطة بالاداء السياسي للدولة ككل ما تأثير تشكيل حكومة دكتور كمال الجنزوري على الوضع الراهن في النقطة اللي احنا فيها؟ حتى الان الواضح ان البورصة بدأت تستجيب ايجابا مع حالة الاستقرار النسبي اللي موجود سواء من جانب المجلس الشعب والمرحلة الاولى انها عدت بسلام طبعا بعيدا عن اي طيارات من المسيطر او ايا كان المهم في البورصة انه يبقى فيه استقرار في اي مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزء الثاني اللي هو الحكومة اعتقد ان ده يعني السوق هيعبر منه في الجلسات القادمة لكن مش مش يكون لسه في الجلسات الماضية لسه ده حيبان بشكل كامل بعد اعلان التشكيل للحكومة بشكل كامل وضوح سياساتهم برضو لان انا اعتقد ان الاداء الحكومي في الوقت الحالي هيبقى مركز على حاجتين اتنين الاقتصاد والامن الاقتصاد بينفصل عن البورصة شوية فنتمنى انه يكون اهتمامهم كمان في البورصة مش بس يبقى منصب على الاقتصاد بس يبقى بيهتموا كمان بالبورصة على عكس الحكومة السابقة طبعا ايه زي اصحر هيك حاجة يعني ممكن اقول ان البورصة بتتأثر بشكل واضح جدا بالاعتصامات والمطالب والمشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الشارع المصري وطبعا سوق الحالة الامنية اكتر ولا بانه المستثمرين والافراد اللي عايزين يشتروا في البورصة حاسين ان دي حكومات مؤقتة فخايفين يعني مين بيأثر اكتر الشارع ولا الحكومة في نقطة مهمة جدا كمان احنا عندنا ازمتين يعني السوق بتاعنا بيختلف عن اي اسواق في العالم ان احنا عندنا ازمتين ازمة داخلية وازمة خارجية احنا بنسمع عن ازمة الديون الاوروبية ازمة الديون الاوروبية ازمة كبيرة جدا يعني تخليها كل البورصات على مستوى العالم بطهبط والمخاوف كبيرة اوي برا فاحنا كنا من غير ثورة بنتأثر بهم وبننزل فلما حصلت عندنا الثورة فبقى عندنا حكتين اتنين بيأثروا على السوق الاضطرابات الامنية اللي حصلت بعد الثورة وكمان الحالة العامة اللي موجودة في الاسواق برا فهي دي المشكلة عشان كده احنا السوق بتاعنا نزل اكتر سوق المؤثر الرئيسي في السوق طبعا هي الاحداث الباخلية واللي على اثارها بيتعامل المستثمر المستثمر لو شايف ان الدنيا مستقرة والدنيا امان حيخش يشتري شايف ان فيه اضطرابات مش حيشتري طب استاذ يهب صحيفة الفينانشال تايمز البريطانية قالت انه مستقبل البورصة يتوقف على باقي مراحل الانتخابات ايه تعليقات؟ تمام هو ده اللي احنا قلناه ان المسألة في الوقت الحالي ما زالت غير واضحة هيترتب ايه؟ يعني هيترتب ايه عن نتاج الانتخابات؟ هي مش نتاج الانتخابات اصلي هنا هنخش برضو في نجاح انه طيار ده لا يعنينا خارج ما ده مهم ايه تأثير مثلا افترضنا انه الطيار الاسلامي هو هو يعني المشاكل الاولى بتقول انه هو موسيطر بشكل كبير لو فاز هيبقى ايه ايه الموقف بالنسبة للبورصة؟ شوف حيك اللي يهم البورصة في الوقت الحالي هو الاستقرار هو وجود مؤسسات للدولة ده اللي يأثر عليها بشكل ايجابي بدليل ان اول يوم انتهت في المرحلة الاولى بعيدا عن اي نتائج البورصة صعدت 7% لمجرد ان المرحلة الاولى اول يوم فيها بس عدى دون اضطرابات فالبورصة في الوقت الحالي ما ما تفرقش مين الطيار اللي هيبقى مسيطر اللي تفرق امتى بقى بعد ما تنتهي مرحلة الانتخابات وتتضح الخطط لمجلس الشعب اللي جاي سواء بقى طيار اسلامي طيار اه اي ايا كانت يعني استعبال الدولة يكون مواضح اكتر بالزبط كده يبتدي يحطوا خطط ونشوف ايه الخطط دي قدام ممكن تعمل ايه الخطط ليه النهوض بالاقتصاد ساعتها البورصة ممكن تعبر عن ده لكن في الوقت الحالي احنا ما عندناش ما نعرفش خطط لا شفناش برامج ولا شفناش اي حاجة فبالتالي البورصة بتستجيب بس على المراحل قصيرة الاجئة قرينا كتير في الفترة فاتت في الصحف ان الارتفاع في البورصة ممكن يكون بيأثر على السياحة ايه ايه الصلة بين البورصة والسياحة لا هما ما هو يميش كده هما الكل الحكاية ان الاتنين البورصة والسياحة اكتر القطاعين تضرروا من الازمة اللي احنا فيها آآ البورصة تضررت في انخفاض قيم التدولات بنسبة حوالي تسعين في المية يعني بورصة كانت بتعمل تعاملات يومية حوالي اتنين مليار جنيه اتنين مليار نهارده بتعمل متين مليون يعني حوالي تسعين في المية انخفاض في قيم التدولات زائد انخفاض حد في اسعار الاسهم آآ زي ما قلنا المؤشرات مثلا يعني مؤشر الاغي جي اكس تلاثين كانت اتنشر الف نقطة في الفين وثمانية نهارده Psychology كان في ثلاث تلاف. فيعني. طب دي الجهات الاكتر تأثرا. بس مثلا ما ذكر في الصحف. آآ انت عايش البورصة يشجع على عودة السياحة. لا ما لهاش علاقة خالص. لا خالص. ما ما لهاش اي علاقة. البورصة لما بتصعد ممكن يكون صعودها ده ناتج من التعاملات بتاعة المصريين. البورصة. كأي مؤشر. اي اي تقارير برة بتنزل عن مصر. او اي دولة. في التقارير الاقتصادية بالزاد. بيبقى اول حاجة فيها على طول فوق مؤشر البورصة. ده بيبقى كمؤشر عن حالة الاقتصاد في البلد. آآ ازا كان المؤشر ده طالع في اي بالاقتصاد في نموه. فممكن تكون هما جايبينها من هذه النحية. لكن غير كده ملهاش تأثير مباشر. جميل. حضرتك قلت انه آآ مجلس الشعب اللي جاي وتوجهاته وتشريعاته هي اللي هتحدد الفترة اللي جايها هيحصل فيها ايه? طيب. ايه اللي مطلوب اقتصاديا من اللي آآ مجلس الشعب القادم او التشريعات اللي هو يصدرها. في اطار انه احنا الاحتياطي بتاعنا حوالي خمسة مليار منهم خمسة التزامات. يعني يفضل لنا عشرة مليار احتياطي معنا. وفي نفس الوقت الوكالات التصنيف الاقتماني العالمية زي ستاندرد انبوز خفضوا تصنيفنا الاقتماني كزا مرة. وده بيخلينا لما نيجي نقترض بنقترض بفايدة اعلى. ايه اللي مطلوب مننا? وهل لدينا كزا فرصة? ولا احنا عندنا فرصة واحدة الفترة اللي جاية? ولا لو الفرصة دي رحت مننا ايه اللي هيحصل? يعني هو سؤال عايز حلق الوحدة. اه معلش. ما سواء السؤال اصلي كله مرتبط ببعض. اه بالضبط. ما سواء عايز فترة طويلة قوي. لكن يعني خليني اقول له هاك. انه عشان اي خطط في الفترة اللي جاية علشان تدعم البورصة بس. تدعم البورصة. بس. تدعم البورصة. اه لازم هو تطبيق النزام الرأسمالي. يعني الاقتصاد الحر. اللي هو. ده معنا. يعني الاقتصاد الحر. اللي هو النزام الرأسمالي. ما يبقاش فيه اي طابع اشتراكي فيه اللي بيحصل. يعني زي ما شفنا مثلا احكام قضائية بيرد تلت شركات لقطاع الاعمال. اه. الحكم ده لو تعرف حاجة اثر على البورصة ازاي? اه. نزلها بشكل حد جدا. لانه نشر برا. وتعرف برا ان ان الحكومة بدأت تؤمن بعض الشركات. اه. فدي كرسة. فعلى طول اه اه عدو البورصة هو النزام الاشتراكي. او الفكر الاشتراكي. اه. حصل بعد كده سحب الاراضي وسحب الارخص حديد. كل ده اثر على البورصة. لان البورصة اهم حاجة فيها سياسة الاقتصاد الحر. حرية الطلب والعرض. حرية السوق المفتوح. فاللي بيحصل في الوقت الحالي للأسف يعني من الحكومة السابقة او حتى من اللي قبلها. ان فيه توجه مش عايز اقول اه سياسة اشتراكية ولكن توجه اشتراكي نوعا ما. توجه تفكير في المظاهرات الفئوية وارضاء المظاهرات الفئوية دون النظر. اه دون النظر الى ابعد من ده. المشكلة هنا ان ده اللي طور الاحداث. وده اللي زود اعباء الدولة. اه الناس الى حد ما مش مش وعية قوي اه الارقام اللي احنا بنقولها دي. يعني موضوع انخفاض الاحتياط النقدي. وفي ناس ما زالت على فكرة لسه فكرها فزاعة. اه مغدودين برضو يقولك لا ده 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 بيخوفونا. اهو دي الفيديس اللي معانا اللي احنا شايلينها. بزبط كده. بزبط كده. فهي المسألة فعلا اه خطيرة. فمحتاجة مننا كلنا كده ان احنا نتكاتف ونبتدي نعدي الازمة دي. الخطط اللي حتيجي بقى خلال الفترة اللي جاية. ايه. اعتقد مش هتتحلف يوم وليلة. هم. هتاخد لها على الاقل سنة الى سنتين. علشان تبتدي يحصل عندك نموه تاني. يا حد اكش.